السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب هنواصل في مادة الميكانيكا الهندسية وذلك من خلال الشبط الرقم 5 اللي هو عنوانه طيب اليوم هنشوف البروبلم رقم 4 من خلال البروبلم هذا بيعطينا يعني القوة الموجودة على الذرع هذا اللي هو البيم يعني على حسب الصورة عاوز أن نرسم البروبلم والبندنج ممت الدياجرامس يعني هنرسم البروبلم وبعدين هنشوف المكسيموم بتاعت الفاليوم بتاعت التشير والبندنج ممت طيب هنبدأ يعني تحديد أول شيء القوة يعني المجهولة أول قوة موجودة في النقطة هتكون هي يعني بين يعني هيكون عندي الـ AX والـ AY وفي النقطة بيعندي رولر يعني هتكون قوة وحيدة اللي هي البي طيب علشان نجيب المزهيل هذا هنستعمل قانون السيجما M A يساوي سفر يعني هنسوي العزم بتاع كل القوة حولها النقطة A هنشوف أنها تساوي سفر طبعا العزم بتاع القوة AY أو AX بيكون سفر لأنها المحاورة بتاعتمر بالنقطة A العزم العزم بتاع القوة مثلا لو ناخذ النقطة B هتكون المسافة ما بين محور القوة والنقطة المسافة هذه كلها هي 3.2 يعني المجموعة بتاع المسافات هذه بكلهم هي تساوي 3.2 يعني العزم حيكون في الاتجاه هذا حيكون بلاس يعني حيكون بي بي 3.2 متر بالنسبة القوة هذه اللي هي 40 كيلو نيوتن القوة هذه تبعد المسافة هذه اللي هي محور متاحية بعد المسافة هذه اللي هي 0.6 يعني هتكون 40 في 0.6 لكن الاتجاه هيكون مع قرب الساحة هيكون الماينس يعني حتكون 40 0.6 بالنسبة القوة 32 نفس الشي المسافة حتكون 0.6 مع 0.9 حتكون نضربها في 32 كيلو نيوتن هي القوة هذه وهذه المسافة يعني هذا هو محور القوة وتكون في الاتجاه هذا بتكون بالماينس القوة 16 كيلو نيوتن هذه المسافة تكون هذه كلها اللي هي ثلاثة يعني اللي هي 1.5 مع 0.9 مع 0.6 بعد نفس الشي بتكون ماينس يعني بتكون 3 متر في 16 كيلو نيوتن هذه هي يعني كل القوة تساوي 0 طبعا المجهول الوحيد في المعادلة هذه اللي هو البي على طول البي تكون نتيجتها 37 30 بالموج فاصلة 5 كيلو نيوتن خلاص جبنا القوة اللي هي البي علشان نجيب ال ax على طول sigma fx يساوي 0 بمنها القوة الوحيدة هذه ax الموجودة على المحول x يعني على طول ax تساوي 0 بالنسبة عشان نجيب ay نقدر نستعمل sigma f y يساوي 0 يعني القوة الموجودة أن القوة هذه هي ay موجبة لأنها نفس الاتجاه مع المحور y في قوة b نفس الشي موجبة لأننا جبناها 37 plus 37.5 كيلو نيوتن ناقص 40 ناقص 32 وناقص 16 يعني ناقص 40 كيلو نيوتن 32 كيلو نيوتن وناقص 16 كيلو نيوتن هذه كلها تساوي 0 على طول المعادلة هذه نقدر نجيب ay اللي هي بتكون نتيجتها 50.5 كيلو نيوتن خلاص يعني جبنا المجاهل كلها من هي b وال ax وال ay وال y نحوذ القوة هذه بالقيمة منتاح اللي هي ay y اللي هي 50 5 كيلو نيوتن يعني حيكون cat 1 هنا cat 2 هنا cat 3 وهنا cat number 4 هنا حنرسم share البندن ومتاح طبعا هذا هو المسافة وهذه هي البندن طبعا المسافة على حسب يعني مسافة الاولى من النقطة هذه i للنقطة c وبعدين من c الروح لل d ومن d الروح لل e ومن e فيه النقطة بنفس الشيء هنا بتكون النقطة a c d e وهذه b طبعا هذه مسافة x طبعا معلومة المسافة كلها معلومة 06 09 1 0.2 متر هنبدأ بالcat 1 هنشرح الcat 1 الcat 1 اللي هو هذا هين هذا الcat 1 لو ناخذ على شمال الcat بتكون الرسم هذي يعني هذي a اللي هي فيها طبعا القوة اللي موجودة هنا اللي هي 50.5 كيلو نيوتن يعني حيكون عنا في الناحية هذي اللي هو والمومنت بيكون بالاتجاه هذا يعني هذا هو طبعا المسافة هذي اللي سيكون فيها الكات اللي هي مسافة اكس لو ناخذ السيجما F Y يساوي سفر بالحالة هذه لو ناخذ سيجما F Y يساوي سفر كم من قوة القوة اللي هي خمسين موجبة لينها الفوق خمسين فاصل خمسة كيلو نيوتن والV اللي هي سلبة ناقص V تساوي سفر يعني على طول V تساوي خمسين فاصل خمسة كيلو نيوتن يعني التشار اللي هو V بيكون خمسين فاصل خمسة كيلو نيوتن وتكون القيمة هذه يعني قيمة ثابتة مبين الآي و السي يعني مبين الآي و السي حتكون مبين الآي و السي قيمة ثابتة خمسين فاصل خمسة كيلو نيوتن هذا بالنسبة للV بالنسبة للعزم هنستعمل سيجما أهم بساوي سفر دايما اللي هو الآي و حيكون عكس عقارب الساعة بيكون بلاس اللي هو هذا العزم منتعة القوة هذه المسافة اللي هي خمسين في القوة عفوا اللي هي خمسين فاصل خمسة نضربها المسافة اللي هي اكس لكن حيكون المتجه هذا اللي هو مع عقارب الساعة يكون مينس هذا كله يساوي سفر يعني على طول الآي بتكون خمسين فاصل طبعا X يمكن تكون في النقطة A اللي هي 0 أو في النقطة C اللي هي المسافتها 0.6 لما تكون X يساوي 0 على طول M يساوي 0 يعني نعوذها في المعادلة هذه يعني X هذه 0 نعوذها في المعادلة هذه بتعدينا 0 أو نعوذها ب 0.6 لما نعوذها بال 0.6 M يساوي 30.3 يعني الآن بيكون يا أما 0 هنا أو بيكون 30.3 يعني بيكون قيمته 30.3 يعني في النقطة C تقريبا بيكون هذه 30.3 يعني هذه هي البندنك موطة بالA.O.S.C شفتوا سوينا الكات ما بين الA.O.S.C. رسمنا والبندنك ممت الحين هنسوي الكات الثاني اللي هو هيكون ما بين ال-C وال-D علشان كده هنرسم الرسمة بين ال-C وبين ال-D طيب نقدر نحذف هذا كله ما نحتاجه علشان نجيب الكات 2 لأنه في الكات 2 هنستعمل القوة المتبقية دايماً على شمال الكات اللي هي القوة في النقطة A والقوة في النقطة C طبعاً والقوة القص اللي هي موجودة في موقع القص اللي هو موجود على مسافة مسافة X طيب هناخذ يعني الكات 2 هذا هو الكات نمبر 2 اللي هو الكات هذا هذا الكات 2 يعني هناخذ شمال ال-B اللي هي هذا يعني هذي النقطة C هذي النقطة A طبعاً هذا فيه 50.5 في ال-C عندي قوة قيمتها 40 كيلو نيوتن طبعاً هنا هيكون عندي التشار اللي هو ال-V وينها عندي العزم اللي هو ال-A نفس الشيح هنستعمل سيجما F-X يساوي سيجما F-Y عفواً يساوي سفر يعني كمون قوة عندي ال-50 50.5 موجبة وال-40 سالبة ناقص 40 كيلو نيوتن ونقص V يساوي سفر يعني على طول V بتكون 50.5 ناقص 10 ناقص 40 تساوي 10.5 كيلو نيوتن يعني التشار هيكون ثابت قيمته 10.5 كيلو نيوتن ما بين C وال-D يعني هنا هينزل للقيمة 10.5 يعني هذي هي القيمة ما بين C وال-D يعني هذي هتكون 10 أص الخمسة كيلو نيوتن ما بين C وال-D لأنه كات صار ما بين C و بين D نفس الشي هنشي بالبند ممت هنستعمل سيجما M تساوي 0 طبعا العزم هيكون في النقطة هذه طبعا المسافة ما بين IOC وهي معلومة ما بين IOC وهي 0.6 لكن المسافة هذه كلها هي X دايما الكات يصير في مسافة X طبعا المسافة هذه المتبقية هي هتكون X إلا 0.6 طيب علشان نجيب العزم يعني يساوي 0 في النقطة هذه عن العزم M اللي هو عكس عقارب الساعة بيكون M Plus العزم منطعة القوة هذه في النقطة أي هتكون المسافة كلها يعني هيكون في الاتجاه هذا يعني هيكون مع عقارب الساعة يعني هيكون قوة 50.5 في المسافة وهي X يعني هيكون بالسلب بالنسبة للقوة الثانية وهي هذه وهي 40 يعني عكس عقار بالساعة حتكون يعني بالموجب حتكون بالموجب المسافة اللي هي X ناقص 0.6 الاربعين كيلو نوتر هذا كله يساوي يساوي سفر على طول نقدر نجيب الام الام تساوي يعني عشرة ونصف X مع 24 من خلال المعادلة هذه يعني يمكن الـ X تكون لما الـ X يمكن تكون في الـ C أو في الـ D لما تكون في الـ C يعني المسافة بتكون 0.6 ولما الـ X تكون في الـ D ستكون يعني نسبة هذه اللي هي 1.5 اللي هي 1.5 بنعوذها بتعطينا الام في 0.6 بتعطينا نعوذ يعني 0.6 هذه نعوذها في المعادلة هذه بتعطي الام الام بتكون قيمتها 30.3 اللي هي هذه نفسها طبعا ما أقول أنها تجي 30.3 ولو نعوذها في الـ 1.5 اللي هي المسافة هذه على تدي يعني بتكون قيمة الام بتكون نعوذ 1.5 هنا الام بتكون 39.8 كيلو نيوتر متر يعني في الحالة هذه يعني حيرتفع قيمة العزم قيمتها 39.8 يعني بتكون هذه يعني على حزن الـ D طيب هذا هو يعني الكات الثاني الحين هنمر للكات الثالث يعني اللي هو الكات هذا هيكون يعني في الناحية هذه طيب نقدر نستعمل نحذف هذا كله عشان نعوذ الكات طيبا لو استعملنا الكات الثالث كم قوة حتكون موجودة حتكون القوة في الآي اللي هي 50.5 حتكون القوة في السي اللي هي 40 كيلو نيوتر حتكون القوة في الـ D اللي هي 32 نيوتر ونفس الشي حناخذ يعني الكات دايما بيصير على مسافة X وتكون قيمة يعني القوة ستكون ناخذها اللي هي على الشمال دايما ناخذ شمال دايما مهما كان ناخذ الشمال ولكن لما يكون آخر كات اللي هو كات الرابع سناخذ إلى الرسمة على اليامين طيب هنا الكات الثالث في الكات الثالث الرسمة ستصبح بالشكل هذا يعني سيصبح عندي كات هذا الثالث يعني شو عندي؟ عندي النقطة A هذه اللي هي فيها القوة 50.5 كيلو نيوتن طبعا هنا في المسافة C اللي هي 0.6 نحن قوة 40 كيلو نيوتن المسافة D اللي هي 0.9 على C اللي هي 32 كيلو نيوتن طبعا وهنا حيكون الكات يعني الكات الثالث اللي هو حيكون عندي اتشار اللي هو ال V والممت أم طبعا المسافة هذه كلها هي X ما ننسى أنها دايما الكات يصير على مسافة X هذه النقطة D طبعا المسافة هذه ما ننساها 0.6 هذه 0.9 وهذه كلها كم تساوي المسافة هذه؟ هتكون X ناقص المجموعة متاع 0.6 و 0.9 اللي هو 1.5 يعني هيكون X إلا 1.5 نفس الشي حنستعمل السيجما F Y يساوي 0 يعني مجموعة القوة الموجودة على المحور Y اللي هي يعني القوة الموجودة أو القوة اللي هي 50 يعني عنا 50.5 كيلو نيوتن موجبة ناقص 40 ناقص 32 ناقص V يساوي 0 يعني على طول ال V هتكون بالسالب اللي هي ناقص 21.5 كيلو نيوتن يعني ما بين القاتل الثالث صاربها بين ال D وال E يعني نروح ما بين ال D وال E هتنزل قيمة القيمة للتشير هتنزل إلى القيمة هذه اللي هي تقريبا ماقص 21.5 كيلو نيوتن يعني القيمة هذه طيب هذي هي الرسمة يعني أمتعت التشير نمر للبندنج ممت نفس الشحين نستعمل سيجما أم يساوي 0 بالنسبة للسيجما أم يعني نستعمل العزم في النقطة هذي بتاع جميع القوة طبعا أم هذي الموجودة تكون أم بلاس العزم أمتعت أول قوة اللي هي القوة هذه اللي هي طبعا إذن هذه X والمسافة هذه يعني المسافة هذه المتبقية ما بين ال40 والنقطة هذي هتكون كم المسافة هذه اللي هي المسافة من هنا هتكون X إلا 0.6 يعني هتكون القوة اللي هي 40 في X إلا 0 6 لكن هذه هتكون طبعا بالموجب ليش بالموجب لأنها عكس عقارب الساعة نفس الشيء بالنسبة للقوة 2.31 تبعد مسافة X إلا 1.5 يعني هتكون موجبة X إلا 1.5 في 32 32 طبعا ناقص القوة هذه اللي هي تبعد اللي هي 50.5 تبعد مسافة X يعني هتكون 50.5 في الـ X هذا كله يساوي 0 من خلال المعادلة هذه بنجيب الآن الآن بتكون ناقص 21.5 X مع 72 هذه المعادلة من خلال المعادلة اللي قبلها يعني هنا بتتغير X X يمكن تكون في D أو يمكن تكون في E لما تكون في D يعني كم مسافتها X في D X في D شايفين هاي في D مسافتها يعني 1.5 ليش يعني 0.6 مع 0.9 بتكون 1.5 ولما X تكون في E هتكون المسافة هذي كلها 1.5 مع 0.9 مع 0.6 يساوي 3 يعني لما X بتكون 1.5 على طول الآن هتكون 39.8 ولما X 39.8 ولما X بتكون 3 عفوا هذه اللي هي الAM تساوي ها ما ننسى أنه بالنسبة لهذه الAM تساوي 39.8 ولما X تساوي 3 الAM تساوي يعني 7.5 كيلو نيوتن متر يعني بنعوذها في D اللي هي مسافتها 1.5 بتكون نفس القيمة 39.8 اللي هي نفس القيمة هذه يعني تنطلق نفس النقطة وبالنسبة للاي هتنزل للسبعة يعني هتنزل للسبعة ونص تقريبا هتكون هنا سبعة ونص هذي سبعة هتكون في السبعة ونص هتنزل السبعة ونص أوكي هذي بالنسبة لل بندن الأخير اللي هو هيكون الكات رقم 4 هذا طيب نقدر نرسمه هنا الكات رقم 4 بسهولة يعني ما في شي لكن لحين هناخذ الرسمة اللي هي موجودة حاليمين لأن الرسمة على الشمال خلاص لأن هذي آخر كات يعني بالاتفاق أن دايما في آخر كات بناخذ الرسمة اللي هي على اليمين يعني هنكتب هنا كات فور اللي هو الكات هذا لكن هنا هنستعمل الرسمة هذه بالرسمة هذه هتاخذ مسافة هذه بو كنا ناخذ مسافة أصغر لأنها مسافة صغيرة عنا البي اللي هو تشار والممت اللي هو الام وهنا البي اللي هي قيمة البي طبعا اللي هي معلومة اللي احنا جبناها منذ حين اللي هي قيمتها 37.5 كيلو نيوتون طيب هذه هي الرسمة من خلال الرسمة هذه هنجيب يعني لكن ما ننسى أنه المسافة يعني المسافة اللي صار فيها الكات هذه كلها هي X لكن المسافة المتبقية اللي هي طول بتاعت البي كله اللي هو 3.2 إلا X يعني ما ننسى أنه هنستعمل المسافة هذه المحدة 32 لبي كله إلا X طبعا هنا هنستعمل السيجما Fx والسيجما Fy علشان نجيب القيمة امتعة V اللي هي والتشار والام اللي هو البندنك ممت طبعا هنا نحسب القوى V اللي هي موجبة نفس الشيء اللي هي 37.5 اللي هي في النقطة B اللي هي موجبة تساوي 0 على طول يعني V تساوي ناقص 37.5 يعني V هتنزل يعني في النقطة ما بين هتكون هنا 37.5 يعني هنا تقريبا 21 هتنزل أقل منها شوي يعني هتكون المستوى هذا يعني هتكون ثابتة هذا هو يعني قيمته ناقص 37.5 يعني هذي الرسمة بتاعة شار حلصناها الرسمة بتاعة شار هذي كلها الرسمة الكاملة بتاعة شار باقي الرسمة بتاعة البندن ممت هنستعمل سيجما M يساوي 0 طبعا العزم هيكون في النقطة هذي طبعا هذي هتكون مع قرب الساعة هتكون مينس M يعني العزم هذي مينس M الحزم بتاعة القوة 37.5 هيكون المسافة هي 3.2 ناقص X لكن هتكون في القوة القوة اللي هي يعني هتخليها تتلف مع عكس عقار بالساعة هتكون 37.5 يساوي يساوي 0 يعني على طول الام هتكون قيمتها كم هتكون 3.2 3.2 الى 5 الى X 37.5 يعني هذه المعادلة بتاعة البندق يعني الام هتأخذ volume بتاعة ال E ال E اللي هي مسافتها هنا كم اللي هي 3 يعني X يمكن تأخذ 3 أو ال B اللي هي 3.2 X تساوي 3.2 لما نعوضها هنا يعني نعوض X هذه ثلاثة يعني هتصبع على طول الام نفسها تساوي 7.5 يعني هذا بتخليك تتأكد أن النتيجة صحيحة يعني شفتوا نفس النتيجة اللي هي 7.5 لما ال B تصبح 3.2 على طول الام تساوي 0 طبعا ترجع 0 بتكون يعني هذه هي يعني الرسمة متعة البندق ممت يعني هذه هي الرسمة متعة التشير والبندق ممت لكن الجزء الثاني بتاعته السؤال بيقولك أعطيه الماكسيموم بتاعت تشير والماكسيموم بتاعت البندق ممت طبعا الماكسيموم بتاعت تشير اللي هي النقطة هذه هذه الماكسيموم يعني ال V ماكسيموم حتكون خمسين فاصل خمسة كيلو نيوت وبالنسبة للماكسيموم بتاعت البندق ممت M ماكسيموم حتكون تسعة ثلاثين فاصل ثمانية كيلو نيوت متر هذه هي يعني الماكسيموم هذا هو الجزء الثاني بتاعت السؤال الرابع طيب هذا هو يعني السؤال رقم أربعة لكن الحين نمر للسؤال رقم خمسة في السؤال رقم خمسة يعطينا ال beam اللي هو هذا ال beam هذا عاوزنا نرسم ال share وال bending ممت طيب بالنسبة ال share وال bending ممت أول شي لازم نجيب المجهيل في القوة A في النقطة A ومجهيل القوة في النقطة B علشان نجيب المجهيل هذا يعني هنستعمل يعني نعوذ القوة لهذه قوة AY وهذه AX وهنا القوة الوحيدة اللي هي بمنهرولر هتكون B هنستعمل يعني قانون بتاعت السيجما M A يساوي سفر يعني هنستعمل العزم على النقطة A يساوي سفر القوة الكلها اللي موجودة طبعا هنا عنا القوة B تبعد مسافة هي حتكون B في الأربع متر لكن هتكون في الاتجاه عكس عقرب الساعة يعني هتكون موجبة بلاس بالنسبة للقوة هذه اللي هي كلها 25 في الأربع بنعوذها بقوة واحدة اللي هي تساوي 100 كيلو نيوتن ليش 100 كيلو نيوتن اللي نضرب نها 25 في الأربع يعني لكن مسافتها هتكون في النص لأنه مستطيل هتكون في الثنين يعني هتكون 100 في الثنين متر اللي هي النص هذه اللي هي الثنين متر لكن هتكون بالسالب لأنها مع عقارب الساعة باقي القوة باقي خلاص خلصنا القوة كلهم سوينا مع عزم تحن باقي العزم هذا شايفين العزم هذا هو معطل لازم ما ننساه يعني هو بيكون عكس عقارب الساعة بيكون على طول بلاس 20 كيلو نيوتن متر هذا كله يساوي سفر ما خلال المعادلة هذه بنجيب البي البي على طول بتكون قيمتها 55 كيلو نيوت خلاص جبنا البي على السال نجيب الـ على طول سهلة سيجما fx يساوي سفر بما أن هي القوة الوحيدة الموجودة على المحور x يعني بتكون ax يساوي سفر ما تحتاج هذه أنه تجيبها باقي السيجما fy يساوي السفر القوة كلها الموجودة على المحور y اللي هي ay وعنا قوة اللي هي ناقص 100 اللي هي 100 هذه كيلو نيوتن مع القوة البي اللي هي بلاس 55 كيلو نيوتن يساوي السفر على طول ay نجيب ستكون 100 إلا 55 تساوي 45 كيلو نيوتن هذه ay يعني خلاص جبنا كل المجاهيل اللي هي ay ay x و b يعني كل المجاهيل جبناها الحين هنعوذها في الرسمة اللي بعدها يعني هذه الرسمة هتكون هذه فيها ay اللي هي قيمتها 45 كيلو نيوتن هذه البي اللي هي 55 كيلو نيوتن طبعا القوة هذه اللي هي 100 نيوتن اللي هي 100 كيلو نيوتن اللي هي 25 في الاربعة الحين هنجيب التشير يعني هنجيب التشير و هنجيب الدياقرام عشان نرسم التشير هنا اللي هو V بين النقطة A والنقطة B اللي هي على بعد 4 متر نفس الشي تحتها هنرسم الام اللي هي البندق ممت على مسافة 4 متر ما بين النقطة A ما بين النقطة النقطة B طيب علشان نجيب التشير هنستعمل هنا لأنها قوة موزعة ليست مركزة يعني على طول هنستعمل القانون القانون بيقول أنه V نقص V A يساوي نقص التكامل متعة الأوميغا الأوميغا اللي هي قيمة القوة هذي اللي موزعة اللي هي 25 DX طبعا من 0 للX ال V A اللي هي ايش ال V A اللي هي القوة في النقطة A اللي هي 45 يعني تصبح V نقص 45 تساوي نقص التكامل متعة 25 اللي هو يعطينا يعني 25 X يعني V تصبح 45 نقص 25 X هذه المعادلة متعة V بالنسبة المعادلة متعة V هنعوذها X لما تكون في A بتكون 0 يعني نعوذها هنا على طول M بتكون قيمتها نفس القيمة متعة V A اللي هي 45 يعني لو نعوذ X هنا تساوي 0 ستصبح 45 أو X في V بتساوي يعني 4 لو نعوذ ها هنا 4 على طول M يعني ستكون قيمتها 55 خمسة وخمسين كيلو نيوتر متر نفس الشي هنا كيلو نيوتر متر عفوا هذه V ما الام هذه V V يعني حتكون بال كيلو نيوتر يعني في X لما تكون 0 هنا حتكون 45 ولم تكون في الاربعة هنا اللي هي النقطة هذه يعني حتكون قيمتها ناقص 55 يعني حتكون بالشكل هذا لكن لازم نعرف النقطة هذه كم مسابتها اللي هي حنسميها النقطة المجهولة هذه كم تساوي قيمة التشار هنا حتساوي 0 يعني لما تكون V تساوي 0 مشوف كم تساوي X V تساوي 0 يعني القيمة هذه 45 ناقص 25 X تساوي 0 يعني X تساوي 45 على 25 وهي تساوي 1.8 متر يعني هنا مسافة 1.8 متر يكون فيها يعني التشار يكون 0 يعني هنا V بيكون 0 طبعا علشان نجيب البندنج ممت الحين هنشيب البندنج ممت اللي هو M بالنسبة لل M هنستعمل القانون أنه M ناقص M A يساوي التكامل متع V D X طبعا العزم في النقطة A يساوي 0 على طول يعني M تساوي التكامل متع V التكامل متع المعادلة هذه اللي هو يساوي 45 X ناقص 12 ونص 12.5 يعني جاءت من 25 على 2 12.5 X square هذه المعادلة متعة M يعني الرسمة متاحها هتكون بالشكل هذا parabolic طبعا في A سيكون 0 وهنا لكن في B عندي عزم العزم هنا ما هو 20 لكن عكس أو مع عقار بالساعة سيكون بال المائلس يعني هنا هينزل بالشكل هذا هينزل أنا شفت الماكسيموم هذا هينزل الماكسيموم هنجيب كم قيمة الماكسيموم هذا من خلال X يساوي 1.8 لأنه الماكسيموم دايما يكون في تشار لما يكون سفر وهذا هيكون يعني في النقطة في النقطة B هيكون العزم اللي هو ناقص 20 كيلو نيوتون متر أوكي لو كان العزم مثلا غير موجود هذا نفرض أنه هذا غير موجود طبعا الرسمة هتنزل على طول للسفر لكن دعنا نجيب الماكسيموم الماكسيموم هيكون القيمة متاع ونعوذها X هذه نعوذها بال 1.8 لو نعوذها بال 1.8 بنحصل 40.5 كيلو نيوتون متر يعني هذه قيمتها نيوتون متر اللي هي ماكسيموم يعني هذه هي الرسمة بتاعة البندنج أمامها طيب هنا نكون خلصنا يعني التمارين رقم 5 ونكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في محاضرة قادمة نواصل بقية الشابتر يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته